السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم انتهت قبل قليل مباراة منتخب سوريا ومنتخب الكويت والحقيقة أن الواحد والله مش عارف يقول إيه يعني أنا الواحد تقريباً فقد النطق بعد اللي شافه ده طبعاً المباراة كانت غير منقولة تلفزيونياً وبالتالي احنا كنا بكل أسف قاعدين نطارد المباراة على صفحات السوشال ميديا وعند أهلنا اللي قاعدين في الإمارات وكانوا حاضرين في المدرجات وعايز أقول لكم أن المدرجات النهاردة كانت مليانة تقريباً كلها يعني تقريباً مفيش كورسي فاضي ومع ذلك خسر المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف سجل المنتخب السوري عمر السوم أولاً ثم تعادل بسرعة المنتخب الكويتي في الشروط الأول وبعدها بأقل من دقائق فاز المنتخب الكويتي واستطاع أن يفوز ويحافظ على فوزه لحد الدقيقة الأخيرة وبالتالي أنا مش عارف الموقف أقول لكم إيه مش عارف أتكلم عن الأداء لأن المباراة كانت النهاردة زي ما بقول لكم ما كانتش منقولة فالأداء ما كناش قادرين نحدده ولكن إجمالاً الأداء فاشل أداء فاشل تماماً تماماً أخطاء فردية عدم تنظيم وكأن إن المنتخب ده ما بيتضربش ما بيتمرنش وكأن إن اللعيبة دول ما بيلعبوش كرة قادلهم زمن طويل أنا مش عارف أقول إيه واللعيد إيه أنا مش عارف أقول إيه الهكتور كوبر اللي عنده كل اللعيبة أفضل اللعيبة السوريين الموجودين في العالم يعني أنت طلبت أن أنت تستدعي لعيبة من الأرجنتين إذا كيل العم وإلمار إبراهام وإبراهي سار وما لعبتش غير إذا كيل العم والنهاردة أداءه عادة عادي يعني ما قدرش برضه أظلمه للأمانة لأنه هو أداءه من أداء زملاءه وقرناءه في الملعب يعني كل اللي إنت عايزه يا كوبر عملناه كل اللي طلبته حصل ما عندكش خيار بره خيارين يا إما أن أنت تكمل وتورينا أي أمارة وأي تغيير في المنتخب يخلينا نستشعر أن إحنا بنتكلم عن منتخب وطني ومنتخب سوري يا إما أن أنت ترحل هو من الباب الخلفي مش عارف أقول لكم إيه ومش قادر أستوعب فكرة أن إحنا مباراود دية مع منتخب له منا كل التقدير والاحترام زي منتخب الكويت لكن هو في المرتبة المية خمسة وتلاتين عالميا وإنت في التلاتة وتسعين عالميا يعني الفارق ما بينك وما بينه كتير حوالي اتنين واربعين ترتيب عالمي وتخسر منه منتخب ما عندهوش أي اهتمام ولا رعاية ولا تركيز ولا حد مركز معاه ولا عندهم لعيبة محترفة والمدرب بتاعهم أنا حتى ما سمعتش عنه قبل كده طبعا ما احترامنا ليهم بس بنتكلم كرة حتى على صفحتهم الرسمية على صفحة الاتحاد الكويتي عندهم بوست واحد يتيم عن المباراة وإن إحنا عندنا مباراة مع سوريا ومباراة مع الإمارات أنا مش عارف أقول إيه يعني إزاي تخلي المباراة تفلت منك بالشكل ده يا رجل ده أنت سجلت الهدف الأول طبعا بعيدا عن موضوع ركلة الجزاء الضقيعة وأنا عارف إن الناس كلها النهاردة هتصطاد السومة بقى وتبتري بقى تتكلم عنه والله هو مش لوحده يعني الماضش بتاع النهاردة مشكلته مش عند السومة يعني السومة لو كان سجل الهدف كنا هنتعادل اتنين اتنين كنا هنبقى مبسوطين كده يعني كنا هنقول تمام لا ده إحنا ما عندناش ولا أداء ولا نتيجة ولا شبه أداء حتى يعني حتى نقدر نقول إن مباراة في الدور السوري في الدوري السوري للشباب يا عم مش الدوري الممتاز أحسن من اللي شفنا النهاردة أداء مخزي أداء عليها علامات استفهام كتيرة جدا جدا النهاردة هيكتور كوبر لعب في المباراة بتشكيلة كنا متوسمين فيها الخير في حراسة المرمة إبراهيم علمة أمامهم في الدفاع خالد كرديغ لمؤيد الخولي ثقر كرومة عبد الرحمن ويس أمامهم عمار رمضان إذا كلا عم محمد عثمان محمود المواسف وفي الهجوم اتنين مرديك مرديكيان وعمر السومة وما قدرش أقول إن في حد كان ليه دور النهاردة كل اللعيبة دي غابت كل اللعيبة دي تقريبا كانت غير موجودة يعني أنا حتى بسبب إن المباراة مش منقولة بشكل جيد أنا معرفش مين اللي دخل بديلي يعني أنا سمعت إن عمر خيربين بيسخن هل دخل ولا لا معرفش أنا سمعت إن المر إبراهام احتمال كان بيسخن هل دخل ولا لا معرفش سمعت إسم أحمد مدني هل لعب والله ما عرف وده برضو كارت يتحط في المحفظة بتاعة المساوق التنظيمية للمنتخب السوري الأول مش عارفين تنقله مباراة للمنتخب السوري الأول طبعا يعني أنا فاهم كويس جدا جدا إن النقل التلفزيوني وما احترامنا ليه هو هيبوز الأمور أكتر يعني هيورينا المشاكل أكتر وبالتالي لا خليها كده منقولة بالموبايلات والجوالات عشان يعني ما تبقاش الفضيحة فضحتين نهار ده الشوت الأول مر على منتخب سوريا مرور الكرام هو الهدف أنا ما شفتش غير الهدف اللي سجله عمر السومة أول فرصة كانت في الدقيقة 19 لمنتخب الكويت وتصدى ليه إبراهيم علمة هدف أول لسوريا في الدقيقة 22 هدف كويس فيه متابعة كويسة الهدف من تمرير تقريبا من محمود المواس تزديدة قوية جدا من ثقر كرومة في الدقيقة 25 ولكن ما دخلتش منتخب سوريا بعد الهدف تراخى تماما كالعادة وبدأ منتخب الكويت يحاول يركب على المباراة وطبعا بكل بساطة محمود المواس طبعا كان ليه تزديدة في الدقيقة 36 دقيقة 46 في المباراة وبأداء سيء جدا جدا هدف للكويت في الدقيقة الأخيرة والقبل الأخيرة وسط الفوضى وفي آخر ثانية من المباراة آخر ثانية سجلوا الهدف الثاني يسأل تماما عن الهدف كل الدفاع ويسأل إبراهيم علمة لو هنتكلم كورة بقى الهدف الثاني بتاع منتخب الكويت كأنه مفيش منتخب واقف لعيب من الكويت رفع الكورة بقدمه اليسرى ووصلت عند اللعيب في وسط منطقة الجزاء وكل اللعيبة بيبصوا للكورة عادي جدا وحد خد الكورة وبرجلي الليمين سددها وإبراهيم علمة عمل كده وخلاص وسب الكورة تدخل يعني وسط زهول الجماهير مش معقولة يا جماعة اللي امتبع منكم المطش وشاف المطش وهيشوف أنات الجماهير اللي بتقول مش معقولة يعني يعني عيب والله عيب ان هدف زي ده يدخل بعد كل الاستعداد ده يا راجل اتعامل مع المباراة لأنها مباراة في الدوري اتعامل مع المباراة لأنها مباراة محلية عاديا مباراة ودية والله ما تصعبش الأمر على نفسك ولا تتعامل مع الأمر على أنه صعب هو الأمر مش صعب الأمر سهل جدا جدا ولكن انت تحت إيدك كل الإمكانيات وانت ما بتعملش حاجة الشوت التاني ضربت جزاء طبعا في البداية المنتخب سوريا وضيحها عمر السومة الشوت التاني أفشل من الشوت الأول بمراحل اللعيبة جدا كانت محبطة في الشوت التاني كام تزديدة كده في أواخر المطش وتصدى لها حارس المرمى بعدها رأسية عمر السومة في الديئة الأخيرة وتصدى لها أيضا حارس مرمى الكويت تعالوا نتكلم إجمالا 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 الواحد هيفقد النطق والله يعني مش حارف أقول إجمالا إيه ولا إيه أقول إيه يعني يعني هل دي آخر مباراة الاستعدادات قبل التصفيات دي اخر مباراة اقول ايه دي اخر مباراة في الاستعدادات اما الاول مباراة كنا افضل والله يعني احنا في اول مباراة كنا كويس كنا كويسين عن كنب كتير اول مباراة مباراة تايلاند والمباراة اللي بعدها مباراة البحرين كنا كويسين اول مباراتين وديتين لكوبر لكن اخر مباراة نبقى كده مباراة الصين اللي فاتت كنا كويسين وكنا منظمين وكنا بنلعب كرة رحنا الإمارات أرضنا اللي هي جنب سوريا وبنلعب على أرضنا وبنلعب وسط جمهورنا وعندنا محترفين والمعسكر بتاعنا حوالي 12 يوم ونخسر من الكويت اللي ترتيبه 135 و30 عالميا و22 عربيا و22 أسيويا بهدفين في 15 دقيقة لله الأمر من قبل ومن بعد شكوركم على حصن المتابعة مستني أسمع رأيكم في التعليقات ومش عارف أقول لكم إيه والله أنا لحد الوقتي مش عارف أقول إيه يعني أنا مش متخيل إن ده زروة الاستعداد بتاع منتخب سوريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته